السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبتي من جديد ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولا أيها الإخوة الكرام نهارضا نكلم عن تفسير رؤية الرأس في المنام وعلى ما تدل هذه الرؤية رؤية الرأس في المنام نهارضا لما نيجي نقول مثلا إن الشخص ده سوف تضرب عنقه يعني هطيح رأسه يعني الرأس أحيانا تدل على عمر الإنسان أو حياة الإنسان لأن فصل الرقبة بالرأس عن الجسد موته الرأس في المنام أحيانا تدل على رأس المال فالرأس في المنام لها معاني كثيرة وطبعا اللي بيحدد الكلام ده سياق الحلم الرأس في المنام أحيانا تدل على الرئيس لأن أعظم شيء في الجسد الرأس لذلك لما نيجي ننظر في الإسلام في السجود أنك تضع أعلاك أسفلك تعظيما لله سبحانه وتعالى فالرأس أحيانا تدل على الرئيس أو الملك أو الزعيم أو القائد وربما تدل على المسؤول الكبير أو رب الأسرة اللي هو الزوج أنه أكثر أهمية من غيره لأن البيت بدون رجل سبحان الله العظيم هيعانوا كثيرا لأنه هو المنوط بالإنفاق عليهم أحيانا رؤية الرأس تدل على أشياء جيدة جدا 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 تدل أيضا هذه الرؤية على بدايات الأمور المحمودة كأنك تدخل مشروع كأنك تقدم على وظيفة كأنك تريد أن تأخذ قرار هذه الرؤية تدل على ذلك نعم الرأس أحيانا تدل على المسجد الحرام اللي هي الكعبة لأنها يعني أشرف بقعة في الأرض تمام؟ زي ما الرأس والجبهة أشرف جزء في الجسد كل هذه الأمور تدل عليها الرأس في المنام فالرأس مقدمة الشيء بدايات الأمور أهم شخصية إلى آخر هذه الأمور نظرونا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر